الحمد لله واسع المغفرة والأجر يغفر للمرء ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاللهم ربنا لك الحمد آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونشهد أن لا إله إلا أنت رضينا بك ربا وبالإسلام دينا ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المؤمنون لقد فتح الله لنا في رمضان أبواب مغفرته ومنافذ عفوه وكرمه بالصيام وأعمال البر والإحسان وربنا سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة يغفر لعباده ما استغفروا وتابوا وداوموا على الأعمال الصالحة قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وإن من الأعمال الصالحة التي يغفر الله بها الذنوب السالفة أن يحسن المؤمن وضوءه ثم يصلي لربه خاشعا بقلبه فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه فإذا ذهب إلى المسجد وانتظر صلاة الجماعة غفر الله تعالى ذنوبه الماضية ورفع درجاته عالية فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه أن يغفر له جميع ما تقدم من ذنوبه وخطاياه فإذا اقتدى المصلي بالإمام وأمن معه بإخلاص وأمن معه بإخلاص قلبه أكرمه الله تعالى بمغفرته وعطائه قال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فإذا فرغ المؤمن من صلاته وذكر الله تعالى وسبحه وحميده وكبره محيت خطاياه وغفرت ذنوبه قال صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحميد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر فاللهم اهدنا للأعمال التي تحبها وترضاها ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله العزيز الغفار يغفر لعباده في الليل والنهار والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين أيها الراجون مغفرة الله تعالى إن الله تعالى يغفر ما مضى من ذنوب من شكره على نعمائه وحمده على عطائه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه فاللهم يا واسع المغفرة يا عظيم العفو يا كريم الصفح يا باصط اليدين بالرحمة نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تهب لنا من لدنك رحمة وإحسانا وفضلا ورضوانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد نبي الرحمة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين اللهم يا ربنا أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام فأدخلنا الجنة بسلام اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اسقنا الغيث اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا عباد الله أذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم أغثنا